السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة ان شاء الله هناخد الدرس الاول على الطرح الطرح حتى العدد عشرة منهج كيجي وان مستوى الاول كتاب قطر النادى تاتاتات والنهاردة ان شاء الله هنخلص المستوى الاول والفيديو جاي بازن اللي هنبتدي في المستوى التاني تعالوا نشوف ازاي الطرح هنعرفه للاطفال اول حاجة طبعا افرق له بين علامة الجمح وعلامة الطرح هقول له الجمحة ده لما تلاقيه اتنين فوق بعد كده يعني بجمع ده مع ده بنجمع لكن واحدة لوحدها هنشوف دلوقتي هنعملها ازاي واعلمه مثلا بالاشياء اقول له مثلا انا عندي تلات طفحات زي ما هو موجود هنا تلات طفحات اكنا منهم واحدة تبقى كام هيقول اتبقى اتنين فهنمشي الاول بعدد التفحات او مثلا كان عندي خمس عصفورات طر منهم اتنين اتبقى كام او طلعنا تلات سوابع شلنا منهم واحد اتبقى كام يعني نعملها له الاول بامثلة وبعد كده ندخل بقى على الارقام فهنا هنعد وفي نفس الوقت هنطرح هقول له هنا دول كم سوبع هيقول لي واحد اتنين تلاتة نكتب هنا تلاتة طب ده كم سوبع هيقول لي واحد هنكتب واحد طيب عندي تلات اصابع شلنا منهم واحد اتبقى كام هيقول لي اتبقى اتنين هنكتب هنا اتنين طيب انا عندي كم عصفورة هنا لو واحد اتنين تلاتة هنكتب تلاتة طيب التلاتة دول طر منهم اتنين اتبقى كام اتبقى واحدة هنا كانوا تلاتة شلنا منهم اتنين اتبقى معايا كام اتبقى عصفورة واحدة هنا هيعد طبعا واحد اتنين تلاتة ويكتب تلاتة واحد اتنين هيعد اتنين اتفضل واحدة هيكتب واحدة طيب هنا عندي خامس جزرات اهم خمسة هم تعنعدهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اكلنا منهم كام واحد اتنين تلاتة اكلنا منهم تلاتة اتبقى معايا كام اتبقى معايا واحد اتنين اتبقى معايا اتنين فهنفهموا ان الطرح ده بناخد من الارقام مش بنزود عليها طيب هنا عندي كام مسلس يلا نعيد واحد اتنين تلاتة اربعة عندي اربعة اخدنا منهم كام واحد اتنين تلاتة اخدنا منهم تلاتة اتبقى معايا كام اتبقى معايا واحد طيب هنا عندي كم كورة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة معي سبعة اخدنا منهم اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة اتبقى كم كورة معي واحد اتنين تلاتة اتبقى تلات يلا نعدل دواير واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية معي تمانية هنشيل منهم كم دايرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية ايه ده اخدناهم كلهم اتبقى كام فيه هنا دوير حمرأ لا ايبقى لو مفيش ولا واحدة موجودة معانا ده بيعبر عن الرقم كام بيعبر عن الرقم سفر فبنحط سفر طيب هنا عندي كم عصائ� 1 2 3 4 هنكتب أربعة اخدنا منهم كم عصايا 1 2 3 اخدنا 3 أتبقى معانا كام أتبقى معانا ايه واحدة يبقى 4 نقص 3 بتساوي 1 طيب هنا عندي كم عصفورة يلا نعد 1 2 3 4 5 6 معي 6 طر منهم كم وحدة 1 2 طر منهم 2 اتبقى معي كم 1 2 3 4 اتبقى معي 4 يلا نعد الدوير 1 2 3 4 5 هنكتب خمسة طيب شلنا منهم كم 1 2 شلنا منهم 2 اتبقى معنا كم 1-2-3 طيب هنا عندي كم نجمة 1-2-3-4-5 معي 5 طيب ونحية التانية كم نجمة 1-2-3-4-5 طيب انا كان معي 5 واخدتهم كلهم خلاصت بقى معي ايه في حاجة هنا لا يبقى الفاضي خالص ده بنعبر عنه بالرقم ايه بالرقم 0 بنعبر عنه بالرقم 0 طيب ده كده الدرس الاول على الطرح. تعالوا نشوف الدرس التاني. بعد كده هناخد ما رجع علمها كله. ويبقى كده خلصنا الكتاب. طيب يلا نعد عندي كام? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. عندي خمسة. طيب اخدنا منهم كام? واحد اتنين تلاتة. ادبقى معنا كام واحد اتنين? بقى اتنين. ونعلم يعمله على ايده. قدي خامسة هم. شلنا منهم تلاتة. ادبقى كام? اتبقى اتنين برضو يجمع يطرح على ايده عشان يعرف واحد اتنى عشان لما تيجي دور الارقام تبقى بالنسبة له سهل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة انا معايا خمسة ما اخدتش منهم ولا حاجة اقوم الخمسة هو ما اخدتش منهم ولا حاجة الولا حاجة دي يعني ايه يعني صفر هيطلع كام بره هيطلع ايه الخمسة زي ما هي وقفة يبقى هنحط الخمسة يبقى اي رقم اطرح منه صفر ينزل نفس الرقم هو هو ايه خمسة طب هنا عندي كام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة شلنا منها كام شلنا منها صفر اتبقى كام اتبقى نفس الخمسة هما اللي موجودين طيب هنا عندي كام واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة سبعة تماني عندي تماني اخدنا منهم كام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اخدنا منهم خمس اتبقى معايا كام واحد اتنين تلاتة اتبقى معايا تلاتة طيب عندي هنا كام اه كام فخدة واحد اتنين تلاتة اربعة اكلنا منهم كام اكلنا منهم واحدة اتبقى معايا كام اتبقى معايا تلاتة طب عندي هنا كم طيارة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة طر منهم كم واحدة واحد اتنين طر منهم اتنين يعني الخمسة دولة طر منهم اتنين اتبقى معايا كام اتبقى معايا تلاتة طيب هنا عندي كم عصايا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة شلنا منهم كم عصايا واحد اتنين تلاتة اربعة. اتبقى معي كم? اتبقى معي اتنين. طب هنا عندي كم دايرة? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. عندي ستة دواير. شلنا منهم كم? شلنا منهم اتنين. يعني ستة هو. شلنا منهم اتنين. اتبقى كم? واحد اتنين تلاتة اربعة. اتبقى معي كم? اربعة. طب هنا عندي كم سباعة? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. شلنا منهم كم سباعة واحد اتنين تلاتة اتبقى كام اتبقى معي تلاتة طيب تعالوا بقى هنا بقى ناخد مسائل هنا هنقول له اول رقم ده كام هيقول لي اربعة نقول له طلع علي ايدك اربعة كده هيقول لي واحد اتنين تلاتة اربعة طيب الاربعة دول اخدنا منهم اتنين واحد اتنين اتبقى معك كام اتبقى اتنين طب الرقم التاني كام الرقم التاني ستة عايزين نشيل منهم كام نشيل منهم تلاتة واحد اتنين تلاتة اتبقى معي كام اتبقى معي تلاتة طب انا عندي رقم ده كام اهو خمسة هنشل منهم كام اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة اتبقى معي كام اتبقى معي واحد طب عندي اتنين نشلنا منهم اتنين مفيش خلاص اتبقى كام اتبقى معي سفر طيب انا عندي ستة هم شلت منهم واحد اتبقى كام هيعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هيتبقى معي خمسة طيب عايزين نترح دول ونوصل بنفس العدد اللي قدمه. هنا سبعة نقص تلاتة. هنقول له طلع علي ايدك سبعة. شل منهم تلاتة. هقول لي واحد اتنين. تلاتة اربعة. اتبقى اربعة. مين هنا المقابل لها بيسوي اربعة? الكور. يبقى رقم اربعة هنوصله بالكور. طب هنا عندي خمسة. شن منهم تلاتة. اتبقى كام? اتبقى اتنين. فين اللي اتنين? او عندي فرشتين هم. طيب خمسة. نقص اتنين. ادي الخمسة هو. شن منهم اتنين اتبقى كام? اتبقى تلاتة. هي التلاتة وصلها بالتلات توفحين. اه طيب كده خلص. كده بتيق لي خلص. لا لسه في الجزء ده كمان. اه لا لسه. وكل درب نفسك يعني على البقية. لنخلصهم كلهم كده عشان يبقى الكتاب الاولاني ده خلص. طيب انا جايب لي صورة فيها اشياء كتير وبيطلب مني كم سمكة في الصورة. انا دورت في المية ما لقيتش ولا سمكة فكتبت صفر. كم دجاجة? واحد اتنين. اتنين بس كتبنا اتنين. كم بطة? واحدة بس هي فكتبت واحد كم وردة? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. عندي خمس وردات فكتبت خمسة. طيب نحد بقى المنبهات دول كام? واحد اتنين تلاتة اربعة. كتبنا اربعة دول كام? واحد اتنين تلاتة. كتبنا تلاتة. طيب اربعة هنا زائد. خلي بالك ده هنا زائد مش طرح. زائد فهنجمع دول مع دول. هيطلع لي الرقم كام? هطلع لي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. هيطلع لي الرقم سبعة. طيب تعالوا هنعد هنا كم عصفورة? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عندي تسعة عصفورات. طيب طر منهم كام? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة طر منهم خمسة. اتبقى كم عصفورة? واحد اتنين تلاتة اربعة اتبقى معي اربعة. هنا هيوصل الارقام ببعضها. واحد وصلناه باتنين بتلاتة هنطلع الاربعة وننزل تاني الخمسة بعد كده ستة سبعة هيطلع زي ديناصورة. طيب هنا بيقول لي وصل الارقام بالترتيب ولونوا الصورة التانية. هنا رقم واحد هنوصل بواحد. هنا عندي اتنين اه وصلناها. تلاتة وصلناها. اربعة. اه اربعة نسيت اوصلها. اهي اربعة. هنوصلها. بعد كده الخمسة والستة. وقال لي عايز يلون كمان التفاحات او الشجرة. زي ما انت عايزين ممكن تلونوا الشجرة كمان. طيب جاب لي صورة تانية فيها حيوانات وبيسألني كم عدد الفيل. انا عندي فيل وابنه. هو يبقى اتنين وهكتب اتنين. طب كم زرافة واحد اتنين برضو. كم حمر وحشي واحد بس هو. كم قط واحد اتنين قط اتين. هنا عايز احوط على الاطول. مين الاطول? هنا عندي الشمعة. هنا المبنى في النص وهنا الزرافة. وطبعا دي سهلة جدا. ما فيش اي مشاكل. هنا هنخلي طفل يكمل بقى الارقام. واحد هيكمل اتنين تلتة مكتوبة. اربعة خمسة ستة مكتوبة. بعد كده انا عندي قصة وعايز اراتبها. اول حاجة البنت رحت مع امامتها المحل. كده هي رايحة. مشوار. دخلت المحل مع امامتها. اشتروا لبن. رجعت تاني فضت اللبن في بولة. هي في البولة. والقطة عدد تشرب اللبن. طيب عندي هنا بلياتشو عايز اخد منه كم مسلس. كم مستطيل. انا عدتهم طلعوا ستة. كم مربع عدتهم برضو طلعوا تلاتة. كم مسلس عدتهم طلعوا خمسة. كم دائرة عدتهم طلعوا تمانية. ممكن تلونه البلياتشو. كده كنعمل الترفيه شوي. طيب هنا برضو عندي مجموعة. عايز عدد المربعات عدنا المربعات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. بنكتب خمسة. كم مسلس واحد اتنين تلاتة اربعة. كم دائرة واحد اتنين تلاتة. كم عدد المستطيل هو واحد بس. نرجع تاني نكمل. خمسة مكتوبة اكتب ستة سبع مكتوبة اكتب امانية تسعة والعشرة مكتوبة. طيب هنا اه في ولدين مش عارفة شجرة التوت ولا ايه. المهم ان هم واقفين على الشجرة عايزين ياخدوا منها التوت اخدوا. اهو خلاص خدوه. اهو تاني حاجة مشيوا. اهو رايحين في الطريق بتاعهم. تالت صورة قربوا من البيت اهو باين في الصورة. دخلوا عندي ما عمدهم بالتوت اللي هما جمعوا. طيب هنا بيقولي حوط حولاء الاقصر. مين اقصر صورة هنا عندي دي المبنى ده. عندي الولد السغنان وعندي العالم. يلا نعد تاني عندي كم سلحفة واحد اتنين باكتب اتنين واحد اتنين باكتب اتنين باعدهم كلهم هيتلعوا اربعة. كم فراولوية واحد اتنين تلاتة باكتب تلاتة. بكلت منهم واحدة تبقى كم? تبقى معي اتنين. طيب هنا برضو صورة فيها اشياء وبنطلع منها. عندي كم ارد انا لقيت ارد واحد بس هو. فبكتب اه واحد. رقم اتنين كم ضفضعة اهي واحد اتنين. كم كورة واحدة بس هي. كم عصفورة واحد اتنين تلاتة. فبكتب الاعداء. حوط على الاخف. مين اخف? الفازة ولا الوردة? طبعا الوردة. طب هنا علبة اللبن ولا السلم? طبعا علبة اللبن. هنا الابجورة ولا المفتاح? طبعا الاخف المفتاح. برضو عايز يرتب البنت اللي هي على البحر دي. الارقام من واحد لستة. اول حاجة هي عبت الرمل. بتعب الرمل. رقم اتنين عملت اول جردل. من اول يعني هرم كده من الرمل. بعد كده عملت اتنين اهو. بعد الاتنين عملت تلاتة دي صورة رقم اربعة. بعد كده عملت اربعة وبدأت تعمل حيطان ما بينهم. دي رقم خمسة. اخر صورة بنت المربع اللي هي عايزة تعمله. نرجع هنعد تاني. واحد اتنين تلاتة اربعة. هنكتب اربعة. واحد اتنين تلاتة هنكتب تلاتة. هنعدهم كلهم على بعض. هيديني كام? سبعة. طب هنا عندي كم سمكة? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. عندي ست. اكلنا منهم كام? واحد اتنين. اتبقى معي كام? واحد اتنين تلاتة اتبقى معي اربعة. طيب هنا برضو صورة عزة اطلع من هالقشين عندي كام فراسة واحد اتنين تلاتة. طب كام عصفورة واحد اتنين تلاتة برضو. كام ببغاء واحد اتنين. كام شمس? اهي عندي ايه? عندي شمس. طب هنا حوط على الاسقل. الاسقل يعني شوف مين الاتقل? الساعة ولا المروحة? طبعا المروحة. الكتاب ولا الالم? طبعا الالم. الموبايل ولا الترابيزة? طبعا الترابيزة اتقل من الموبايل. ويلا اخر سفحة وكده خلصنا المنهج. عندي هنا من صفر لحد خمسة بيقولي اه اعد هنا عندي كام سبعة واحد بكتب هنا كام اربعة بكتب اربعة. سبعين بكتب اتنين تلاتة بكتب تلاتة. هنا كلهم ما فيش همه اقفلين بقى هنا صفر. وهنا كلهم مفتوحين خمسة وطالب مني ان انا الون الصوابة هنبقى ايه? نلونها. طيب هنا بقى اشوف اول جناح في كام واحد اتنين بكتب اتنين. طب الجناح التاني في كام واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. بكتب سبعة وبعد بجمع بقى سبعة زائد اتنين او بعدهم كلهم على بعض. بيطلعوا تسعة. اول واحدة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بطلع لخمسة هنا في علامة طرحة ايه? ناقص. ناقص هنا كام واحد? يبقى خمسة ناقص واحد بتديني اربعة. يبقى احنا اه كده خلصنا المنهج بتاع المستوى الاول. كلمنا عن الرقم العدد واحد واثنين وتلاتة واربعة وخمسة لحد عشرة. اتكلمنا عن المقارنة بين عددين من سفر للعشرة. كلمنا عن ترتيب الاعداد من سفر العشرة. اه خدنا اكبر واصغر ويساوي. اخدنا كمان الترتيب التصعدي وترتيب التنازلي. اخدنا المقارنة الشفاهية بين الاطوال. يعني مين اطول مين اقصر. اخدنا المقارنة الشفاهية بين الاوزان والاحجام مين اتقل ومين اخاف. كلمنا عن اللون والشكل والحجم. كلمنا عن الاشكال ثلاثية سنائية الابعاد مربع المسلس والمستفيل والدائرة. اخدنا درس الاول على الجامع. درس التاني برضو كان على الجامع. اخدنا الطرحة حتى العدد. يعني الجامعة حتى العدد عشرة. والطرحة حتى العدد عشرة. وده كان منهج الترم الاولاني. هتلاقوه موجود عندكم في قناة. ادخلوا على اليوتيوب. اكتبوا قناة مسنفين سعيد التعليمية. مش هينفع تدخلوا من الفيس. هيطلب منكم تسجيل. لا انتم ادخلوا على اليوتيوب. واكتبوا حتى بالمايك. لو قلتوا في البحث كده. قناة مسنفين سعيد التعليمية. هيطلع لكم القناة بتاعتي. ادخلوا على قوائم التشغيل. هتلاقوا مكتوب منهج كي جي وان. او منهج الرياضيات. المستوى الاول كتاب قطر النادى تاتا تاتا. اشوفكم ان شاء الله يا رب يا رب اكون بفتكم بجد. ويكونوا ولادكم بيستفادوا. اه وان شاء الله نبتدي الحسك جاية بازن الله في الكتاب كي جي تول. هو المستوى التاني. ونخلصه قبل بداية الدراسة. ان شاء الله شوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.